حلقتنا الليلة ديال حديث الغربة سنتطرق فيها الوحد الظاهرة التي تعرفها المنظومة ديال مغاربة العالم وهذه الظاهرة هي ديال تفريخ الدكاكين السياسية من طرف مجموعة ديال الأشخاص الذين همهم هو الحصول على مقعد ريعي إذا كانت التمتيلية البرلمانية ديال مغاربة العالم في انتخابات 2021 هذه الدكاكين السياسية بالكترة ديال التفريخ ديالها أصبحنا كأننا معاشي تسونامي داخل المنظومة ديال مغاربة العالم لكن نفس الوجوه التي تتنقل من دكان إلى دكان و تحلم بتزكية من أحد الدكاكين هات هات الأحزاب السياسية كما يشير إلى ذلك القانون ديال الأحزاب السياسية المغربية أن مهمتها تأطير المواطن المغربي داخل الحدود المغربية ولا يوجد أي فصل في ذلك القانون لمغاربة العالم أو يتحدث عن تأطير مغاربة العالم خارج الحدود المغربية فكان بالأحرام هذا الأحزاب السياسية اللي عندها علاقات مع الأحزاب السياسية في دول الإقامة أنها تشجع هات المنخارطين بين قوسين لأن أظن هات المنخارطين ولا هات ال الراكدين حول تزكيات من تزكيات لا يعرفون حتى التقرير سياسي ديال دك الحزب من الأحزاب في المغرب تعرفت واجدك الحزب أنه دائر بين الأهداف دياله الحديث عن مغاربة العالم فكفى من هذا التفريخ واهتموا بأمور اللي عندها علاقة بلد الإقامة فاليمين المتطرف يزحف يومياً وينتشر كانتشار جائحة كورونا وما زال البعض يفكر في الفوز بمقعدين من مقاعد البرلمان المغربي لتنضاف تعويضاته ومصارفه إلى كاهل المواطن المغربي في الداخل بالإضافة لتفريخ ديال هذه الدكاكين السياسية هناك تفريخ غريب وهو تفريخ ديال الجمعيات الحقوقية مع العلم أن هذه الجمعيات الحقوقية لا يعرفون الميتاق العالمي لحقوق الإنسان وما هي الأهداف دياله ومتى تم الإعلان عن هذا الميتاق العالمي ديال حقوق الإنسان كما تعرفون فحقوق الإنسان أو الجمعية الحقوقية يجب أن يكون فيها ناس اللي ضالعين في القانون ناس اللي قاريين القانون كالمحامون كالقانونيين ما شيء منذ الضبال الطفور وتعطي الراسك ذلك الصفات ديال أنك حقوقي وداهرة أخرى ولينا كذلك الأدب ديال المهجر أقريبين ولي وجبران خاليل جبران وميخائي نعيما وجمل الدين الأفغاني مع محمد عبد العروات والوطقاء وكل شيء شاعير كل شيء دكتور أصبحنا في عالم التخمة ديال الدكتورات أصبحنا في أدباء وهذا الأدباء كتاب واحد لا يمكن أن يكتبوا كأديب كما تعلمون الأدب كما تعلمون كما تعلمون لا العمد الحيزبي ولا العمل الحقوقي ولا العمل الأدبي لأنكم غرباء على هذا الميدان غرباء على الميدان السياسة غرباء على الميدان حقوق الإنسان غرباء على الميدان أدب المهجر فكفى من هذا التفريخ وسنعود لهذا الموضوع في حلقات مقبلة مع إخصائيين من داخل منظومة مغاربة العالم ومن داخل المغرب